طبعا الفترة دية سمعتم عن رجول الفراخ والسوشيال ميديا وفيديوهات اليوتيوب كلها بتتكلم عن رجول الفراخ بعدما السيسي وجه الشعب ان هو يبتدي يرجع لتراثنا الاصيل ويبتدي يرجع ياكل رجول الفراخ مرة تانية بسبب الازمة الاقتصادية بسبب الظروف الي بتمر بيها مش بس مصر ولكن العالم كله في ظل تعويم الجنيه وبيقول ان رجول الفراخ دي رخيصة جدا والكيلو لا يتعدى العشرة جنيه وغنية جدا بالبروتينات وارجو انكم تدخلوها في وجباتكم يا مصرين الحقيقة ان في ناس طبعا قابلت الخبر دوت او الدعوة ديت بسخرية وبدحك وبتهريج ويطر الدولة فعلا بتوجهنا الحاجة مفيدة ولا حاجة بتضرنا وارجو للفراخ دي تكون حاجة مضرة عايز اقول لكم ان رجول الفراخ فعلا لها قيمة غزائية عالية جدا جدا وهاعرض لكم دلوقتي حالا صورة كريستيانو رونالدو هو اشهر لاعب كرة قدم في العالم بيتناول في مطعم رجول الفراخ المسلوقة مع الشربة زي ما انتوا شايفين وقال في المقابلة ديت ان هو بيعتمد على رجول الفراخ كوجبة من وقت الاخر لاحتواءها على البروتين والكولاجين المهمين جدا لبناء جسمه الرياضي طيب فعلا احنا طبعا مش هناخد كلام كريستيانو رونالدو لانهو مش دكتور ومش هناخد كلام السيسي لانهو مش دكتور ولكن انا كطبيب بقولكم ان فعلا الابحاث الطبية من زمان جدا اثبتت ان رجول الفراخ لها قيمة غزائية عالية جدا زيها زي الكوارع بتاعت او رجلين العجول اللي احنا بنعملها كمصريين او كعرب كوارع اهميتها ايه رجول الفراخ فيها نسبة كولاجين عالية جدا وكلكم عارفين طبعا قيمة الكولاجين للشعر والبشرة والجسم الى جانب البروتين نسبة بروتين عالي جدا وده مهم جدا لبناء الجسم خاصة في مرحلة الطفولة نسبة عالية من الكالسيوم الكالسيوم المهم اللي بيقومها شاشة العظام والريكتس والكساح عند الاطفال ومهمة للأسنان وصحة العظم الى جانب احتواء على نسبة عالية من الحديد والحديد ده مهم جدا كلكم عارفين طبعا لمقاومة الانيميا وفقر الدم وسوق التغذية وبيساعد على تكوين كرات الدم الحمراء يبقى قيمة غزائية عالية فاحنا ما نستهترش قوي برجول الفراخ وان كانت شوية فيها توجيه من الدولة ان احنا نقتصد او ناكل الحاجات الاقتصادية في الفترة ديت او الرخيصة او اللي مش لقي لحمة او فراخ يقدر يتصرف وياكل حاجات تانية ربما تكون فيها قيمة غزائية اعلى من حاجات كتير ممكن يشتريها اغلى عايز اقولكم فعلا ان هي فيها قيمة غزائية وان كان توجيه من الدولة ولكن هو برضو لصحة الشعب اتطمنوا رجول الفراخ مفيهاش اي حاجة مضرة بالعكس هي ليها قيمة غزائية عالية تقدروا تكلوها كشربة ده افضل حاجة تقدروا تعملوا بيها رجول الفراخ بتتاكل كشربة زيها زي شربة الكوارع طبعا رجول الفراخ بتتنظف وبتشال منها الاظافر طبعا وبتشال منها الشعر وبتتنظف كويس وبتتسلق وبتتاكل كشربة فيه ناس طبعا بتعملها مشوية ومحمرة ومع الرز مع الخضار تبقى وجبة كاملة متكاملة ده برضو منتشر ومن زمان جدا فيه وصفات كتير وفيه قنوات الطبخة على اليوتيوب وصفة ازاي تقدروا تنظفوا وتعملوا واجبة رجول الفراخ اتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة وان كانت شوية حلقة لايت وخفيفة ولكن حبيت اوضح لكم الفايدة الصحية لرجول الفراخ شاركنا برأيك في التعليقات هل اكلت رجول الفراخ قبل كده ولا لأ هل حبيت رجول الفراخ بعد معرفة قيمتها الغذائية العالية هل هو توجيه من الدولة ولا انت شايفها فعلا ان هي حاجة كويسة ربما تساعد ناس كتير او فكرة تساعد فقر كتير او ناس كتير يقدروا يستفيدوا من الفكرة دي كانت معكم دكتورة ايريني ابادير من قناة دكتورة ايريني ابادير للاستشارات الطبية المجانية واشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة